السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط في مادة لغتي وعنوان درسنا ظرفاء الزمان صباحا ومساء في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ رائع بسم الله حيا نرى مع بعضنا ونتعرف على قوانين التعلم عن بعد أولى قوانين التعلم عن بعد هي أجلس في مكان هادئ دائما أحرص على أن أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح أحرص دائما على أن أجلس بشكل صحيح وأجلس بشكل مريح كذلك وماذا أيضا؟ أحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي أحضر كتابي أحضر دفتري أقلامي الرصاص مساحتي برايتي وألواني أحضر جميع أغراضي وماذا أيضا؟ أنصت لمن؟ أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي ولكن لماذا؟ حتى أفهم الدرس وأستوعبه جيدا كذلك أتابع درسي حتى نهايته إلى أن ينتهي حتى أفهمه وأستوعبه كذلك جيدا في درسنا ضرف الزمان صباحا ومساء هناك هدف عام هدفنا العام هو أن يربط الطالب والطالبة الجمل بضرف الزمان صباحا ومساء كذلك لدينا أهداف خاصة هدفنا الخاص الأول هو أن يتعرف الطالب والطالبة على ضرف الزمان صباحا ومساء أما ثانيا أن يستخرج الطالب والطالبة ضرف الزمان صباحا ومساء أما ثالثا أن يربط الطالب والطالبة الجملة بضرف الزمان صباحا ومساء صباحا ومساء ضرف الزمان صباحا ومساء صباحا هناك أمور وأعمال وأحداث تحصل لنا ونعملها ونقوم بها في الصباح فإذا أردنا أن نتحدث عنها ونعبر عنها نستخدم ظرف الزمان صباحا إذن لدينا ظرف الزمان صباحا ولكن ماذا عن ظرف الزمان مساء كذلك هناك أمور وأحداث وأعمال نقوم بها ولكن متى في المساء فنستخدم لها إذا أردنا أن نتحدث عنها ونعبر عنها نستخدم لها ظرف الزمان مساء إذن ظرف الزمان صباحا وظرف الزمان مساء هيا نرد الظرف الزمان الأول صباحا رائع وهيا ردد ظرف الزمان الثاني مساء رائع جدا هيا نرى أمثلة على أظرف الزمان أمثلة على ظرف الزمان صباحا ذهبت إلى المدرسة متى نذهب نحن إلى المدرسة؟ كما نرى في الصورة صباحا نذهب إلى المدرسة صباحا إذن أي ظرف الزمان استخدمناه؟ ظرف الزمان صباحا وأين كتبناه؟ كتبناه في آخر الجملة صباحا ذهبت إلى المدرسة صباحا رائع هيا رددوا الجملة اقرأوها من بعد ذهبت إلى المدرسة صباحا رائع جدا هيا نرى المثال الثاني وصل القطار صباحا متى وصل القطار؟ وصل القطار صباحا استخدمنا ظرف الزمان صباحا أحسنتم ولكن أين كتبناه؟ رائع كتبناه في آخر الجملة صباحا وصل القطار صباحا هيا رددوا الجملة وصل القطار صباحا رائع جدا رتبت الفتاة غرفتها متى؟ صباحا في الصباح رتبت الفتاة غرفتها إذن رتبت الفتاة غرفتها متى؟ صباحا استخدمنا ظرف الزمان صباحا ولكن أين مكانه في الجملة؟ أين كتبناه؟ رائع هذا هو في آخر الجملة كتبنا رتبت الفتاة الفتاة غرفتها صباحا صباحا هيا رددوا الجملة رتبت الفتاة غرفتها صباحا أحسنتم رائع جدا هذا هو ظرف الزمان صباحا للأمور والأعمال والأحداث التي نقوم بها في الصباح أمثلة على ظرف الزمان مساء للأمور والأعمال التي نقوم بها وتحصل لنا متى؟ مساء في المساء هيا نرى المثال الأول تظهر النجوم متى تظهر النجوم ونراها؟ مساء إذن ظرف الزمان المستخدم في هذه الجملة مساء كتبناه هنا في آخر الجملة تظهر النجوم مساء رائع هيا رددوها تظهر رائع النجوم مساء جميل جدا الجملة الثانية سلم أحمد على جاره مساء متى سلم أحمد على جاره؟ سلم أحمد على جاره مساء ضرف الزمان في هذه الجملة مساء وأيضا في آخر الجملة كتبناه سلم هيا انطقوها سلم أحمد على جاره مساء رائع جدا لدي الآن نشاط هيا نرى على صبورتنا ماذا يوجد لدينا؟ اكتب ظرف الزمان المناسب للجملة لدينا جملة ناقصة ينقصها ظرف الزمان هيا نقرأ الجملة الأولى لكي نرى ما هو ظرف الزمان الناقص ونكتبه يستيقظ الطالب متى يستيقظ الطالب ويصحو من نومه؟ لكي يذهب إلى المدرسة رائع صباحا إذن إذن يستيقظ الطالب ص ب حن نكتب ظرف الزمان صباحا في مكانه الصحيح هيا نقرأ الجملة يستيقظ الطالب صباحا هكذا أصبحت جملة كاملة وواضحة هيا نقرأ الجملة الأخرى ينام الطالب متى ينام الطالب؟ لكي يصحو نشيطا ويذهب إلى المدرسة ينام الطالب أحسنتم ظرف الزمان مساءا ينام الطالب مساءا هكذا أصبحت جملة كاملة وواضحة اكتبوها بخطكم الجميل والمرتب هيا نعود لشاشتنا هيا نرى النشاط الآخر لون الأزهار التي كتب عليها ظرف الزمان صباحا باللون الأحمر والتي كتب عليها ظرف الزمان مساءا باللون الأزرق هيا نرى أزهارنا صباحا أول زهرة ماذا نلونها؟ بالأحمر أحسنتم مساءا نلونها بالأزرق أحسنتم صباحا زهرة أخرى أيضا بالأحمر الزهرة الأخيرة كتب عليها مساءا إذن نلونها بالأزرق النشاط رقم 6 عبر عن الصور التالية موظفا ما بين القوسين صباحا ومساءا المثال الأول بين القوسين صباحا هيا نضع كلمة برف الزمان صباحا في جملة مفيدة ونعبر عن الصورة تتناول الفتاة طعام الإفطار صباحا أكتبوا الجملة بخطكم الجميل والمرتب الآن الرقم 2 لدينا بين القوسين مساءا هيا نعبر عن هذه الصورة ينام الولد مساءا استخدمنا ضرف الزمان مساءا الرقم 3 ما بين القوسين صباحا هيا نعبر عن الصورة يستيقظ الولد صباحا وأخيرا ما بين القوسين مساءا نعبر عن الصورة بجملة تتناول الأسرة طعام العشاء مساءا لدينا في الأخير توصيات لولي الأمر دائما توفير بأهادئة أو محفزة للطالب والطالبة والحرص على جلوس الطالب والطالبة بالطريقة الصحيحة ومساعدة الطالب والطالبة على حل الأنشطة وأخيرا تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته